بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة تكاملات تعتمد على تعويضات متنوعة فإذا أخذنا المثال التالي لو وجدنا أن الدالة المستكملة تحوي على جزر تكعيبي فالهدف والتفكير يصب في ما هو الفرض الذي يلغي لي هذا الجزر التكعيبي إحدى الفروض أن نفرض أن ما تحت الجزر هو عبارة عن يو من هنا نحصل على أن الإكس تربيع يساوي إلى يو سالب أربعة لو اشتققنا الطرفين الديو هي 2x بي دي اكس معناها نصف ديو هو عبارة عن x بي دي اكس لو جينا إلى الدالة المستكملة الإكس تكعيبي يمكن كتابته إكس تربيع ضرب إكس بي دي اكس إذن هذه الإكس تربيع إكس تكعيبي هي إكس تربيع ضرب إكس على الجزر التكعيبي لإكس تربيع زائد أربعة الآن إذا عوضنا بالفروض الإكس تربيع هي عبارة عن يو سالب أربعة والمقام هو الجزر التكعيبي لليو الجزر التكعيبي لليو ممكن أكتبه يو أستلت والديو هي عبارة عن الدي اكس هي نصف دي يو الإكس بي دي اكس هي نصف دي يو الآن من خلاص التكامل يمكن إخراج النصف خارج رمز التكامل فنحصل على يو نائس أربعة على يو اس تلت بي دي يو هذا بإعادة الكتابة يمكن كتابة يو نائس أربعة ضرب يو اس سالب تلت بي دي يو الآن عندي خاصة من خواص القوى بتقولك إذا كان يو اس ألفا ضرب يو اس بيتا إذا كانت الأساسات متماسلة نضع الأساس المشترك ونجمع الأسس فإذا جينا له نرى أن يو ضرب يو اس سالب تلت الأساسات متماسلة نضع الأساس المشترك ونجمع واحد زائد سالب تلت فنحصل على يساوي إلى نصف تكامل يو اس اتنين على ثلاثة نائس أربعة يو اس سالب تلت بي دي يو نقسم بهذا الشكل والآن تكامل الأول ويساوي هذا النصف إلى يو اس اتنين على ثلاثة زائد واحد هي يو اس خمسة على ثلاثة تأسيم خمسة على ثلاثة من ضرب بمقلوبة اللي هي ثلاثة على خمسة نائس أربعة يو اس سالب تلت تكاملة هي يو اس اتنين على ثلاثة سالب تلت زائد واحد واثنين على ثلاثة تأسيم اتنين على ثلاثة أي ضرب ثلاثة على اتنين زائد سابت التكامل يمكن نخراج 3 على 5 عامل مشترك طبعا 3 خمسة ضرب نصف هي 3 على 10 و U 2 على 3 إذن 3 على 10 و U 2 على 3 خارج القوس يبقى داخل القوس U سالب 10 زائد سابت التكامل من هي U U هي X تربيع زائد 4 نحصل على 3 على 10 U X تربيع زائد 4 قس 2 على 3 مضروبة B بدل اليوم نحط X تربيع زائد 4 نائس 10 إذن معتها X تربيع نائس 6 زائد سابت التكامل إذن بهذا الشكل استطعنا أن نجتاز هذه المشكلة ونحل التكامل بهذا الفرق ممكن ننتقل إلى نوع آخر من التمارين هذا النوع من التمارين يسمى بالتكاملات الصمة التكاملات التي تكون تحوي على جزور ما تحت الجزر هو نفسه ولكن الخلاف هو هنا جزر تربيعه وهون جزر تكعيبي في مثل هذه الحالة نأخذ القوى تبعية الجزور الجزر التربيعي يعني قوةه نصف والجزر التكعيب وقوةه تلت إذن معنات نبحث عن المقام المشترك لهذه الكسرين المقام المشترك هو 6 إذن 1 على 6 إذن معنات أفترض الفرض التالي اليو هي إكس ومنه الإكس هي يو وستة والدي إكس هي ستة يو وستخمسة إذن نعوض هنا فنحصل على ستة يو وستخمسة بدي يو على يو وستة جزر تكعيبي إذن معنات يو وستة تقسيم اثنين هو يو وستثلاتة ويو وستث تقسيم ثلاتة هي يو تربيع من هنا يمكن إخراج يو تربيع عامل مشترك والستة خارج رمز التكامل فنحصل على يو تكعيب على يو زائد واحد بدي ولكن نحصل على تكامل ذا لكسرية غير نظامية الكسر الذي أمامي غير نظامي أي فيه درجة البسط أعلى من درجة مقام تعلمنا سابقا في هذه الحالة نقسم البسط على المقام فإذا قسمنا يو زائد نغير الإشارات فنحصل على سالب يو تربيع الآن هون هذا سالب يو سالب يو ترب سالب يو ترب سالب يو ضرب واحد هي سالب يو من غير الإشارات أيضا فنحصل على موجب يو زائد واحد فنحصل على يو زائد واحد من غير الإشارات فنحصل على سالب واحد إذا معناته الكسر اللي هو عبارة عن U تكعيب تأسيم U زائد 1 يكتب على شكل U تربيع نائس U زائد 1 نائس 1 على U زائد 1 فإذا أردت أن أكامل هذا أكامل ما يساوي إذا معناتها يساوي إلى 6 بتكامل U تربيع نائس U زائد 1 نائس 1 على U زائد 1 هذا بداي U الآن وهذا بالمكاملة نحصل على أنه يساوي الستة برة U تربيع تكامل U تكعيب على ثلاثة نائس U تكامل U تربيع على اثنين والواحد تكامل U سالب البسط هنا مشتق المقام D U على U زائد واحد البسط مشتق المقام إذن الجواب هو لغارت من المقام زائد سابت التكامل الآن من هي U؟ U هي X والسدس فنحصل على ستة تأسيم ثلاثة هي اثنين U السدس ثلاثة على ستة إذن معناها الجزر التربيع للإيكس ستة تأسيم اثنين إذن نائس ثلاثة U اثنين تأسيم ستة هي ثلاثة إذن الجزر التكعيبي للإيكس ستة جزر السداسي للإيكس نائس ستة لغارتم الجزر السداسي للإيكس زائد واحد زائد سابت التكامل بهذا الشكل نشتاز هذه المشكلة ونحل هذا النوع من التكاملات المسمى بالتكاملات الصماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة